في رد فعله على الاعتداءات التي تعرضت لها الصحيفة الوسبوعية شارلي إيبدو في ضائر الباريسي العشرين في فرنسا قبل ساعات رئيس الجمهورية الفرنسي فرانسوا ولوند قال إن عملا استثنائيا من حيث وحشيته قدرتك بلتوهي هنا في باريس ضد صحيفة أي ضد لسان حال الحرية وضد صحفين أرادوا دائما أن يبينوا أنهم قادرون على السعي في فرنسا للدفاع عن أفكارهم ولأن يتمتعوا بهذه الحرية التي تحميها الجمهورية كان رجال الشرطة هناك لحمايتهم هؤلاء رجال الشرطة والصحفيون قتلوا بشكل جبان في اللحظة التي أتحدث فيها بلغت الحصيل 11 قتيلا أربعة آخرون في حالة شديدة الخطورة ليس لدينا بعد الحصيل النهائية للضحايا لكن يوجد أربعون شخصا محميين الآن وهم سالمون ستصلون بعد ساعات الحصيل النهائية الدقيقة وسأجتمع بعد قليل في الإلزي مع وزراء مسؤولين ومعنيين الآن مباشرة بالحماية التي يجب أن نوفرها لكل المواقع التي قد تتجدد فيها الأعمال ذاتها من طرف المتوحشين ذاتهم وبالتالي فقد أمرنا بتطبيق الخطة الأمنية في جيبيرات الخاصة بالاعتداءات الإرهابية كما انطلقت مساعي مباشرة بعد الاعتداء للبحث عن منفذي هذه الأعمال سوف يطردون مهما طال الزمن حتى يقبض عليهم ويحاكم أمام قضاة أيودان إن فرنسا اليوم أمام صدمة صدمة العملية لأنها إرهابية لا يوجد شك في ذلك لأن الأمر يتعلق بصحيفة هددت لمبات عديدة وكانت لذلك تحت الحماية في مثل هذه اللحظات يجب أن نضع اليد في اليد وأن نبين بأننا بلد موحد إننا نعرف كيف يجب أن نرد بصرامة لكن في إطار الوحدة شكرا